حقق منتخبنا الوطنية الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الفلبيني بهدف دون مقابل وذلك في اللقاء الدولي الودية الذي يقيم على السادي الشيخ علي بن محمد الخليفة في عراد الأحمر البحريني يدين بهذا الانتصار إلى المهاجم إبراهيم الختال الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة عشرة من الشوط الأول بهذا الفوز حقق المنتخب الوطني الفوز الثاني على التولي في فترة التوقف الدولي الودي بعد انتصاره في المواجهة السابقة أمام نظيره منتخب قرقيزستان بهدفين دون مقابل وذلك استعددا لانطلاق التصفيات الأسيوية المشتركة في نوفمبر المقبلة استهل منتخبنا الوطني الأول لكرة ياليد مشواره في التصفية الأسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بفوز عريض على حساب نظيره الكازاخستاني بنتيجة 46 هدفا مقابل 18 وذلك في الإقال الذي يقيم على صالة نادي أدحيل ليحقق بذلك المنتخب البحريني أول نقطتين له في المجموعة قبل ملاقات نظيره الياباني يوم غد الخميس تستعد حلبة البحرين الدولية من خلال حلبة الكارتنج لانطلاق موسمها الجديد لبطولات الكارتنج المحلية 2023 و2024 يومي الجمعة والسبت المقبلين وينطلق الموسم الجديد ببطولتين كارتنج محليتين وهما بطولة تحدي البحرين روتاكس ماكس وبطولة تحدي الصخير روتاكس ماكس ويشارك في البطولتين نخبة من السائقين من مختلف الأعمار إذا تنطلق بطولة البحرين روتاكس ماكس بمجموع ثماني جولات طوال الموسم بينما تقام بطولة الصخير بنظام أربع جولات فقط منح السائق رالي تيرانوفا فريق البحرين ريد إكستريما فوزا دراماتيكيا في المرحلة النهائية من رالي المغرب اليوم وذلك بعد معركة متوترة مع السعودية يزيد الراجح ضمن بطولة العلم للراليات الصحراوية الطويلة وحقق تيرانوفا بمساعدة ملاحه ومواطنه الأرجنتينية برناردو جراوة بسيارة فريق البحرين إكستريما برود رايف هالتر نهاية مثالية في الحدث حيث فاز بالمرحلة النهائية ومسافتها مائة واثنين وخمسين كيلومترا نظم الاتحاد البحريني للبليارد والاسنوكار والدارتس حفلة تتويج أبطال المسابقات المحلية للعام الفين وثلاثة وعشرين وذلك يوم أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد بمجمع النادي الأهلي في المحوزة رئيس الاتحاد منذر جواد البصري قدم كؤسا تذكارية للعبين المميزين بالإضافة إلى تكريم أصحاب الحسابات المهتمة بألعاب البليارد والاسنوكار والدارتس الحمد لله في البداية نبارك لجميع الفائزين ونتمنى حضر أوفر إلى اللاعبين الآخرين اللي ما توفقوا الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل سمو الشيخ خالد مثل ما تشوفون عندنا اتحاد مؤهل مزود بأحضر الطاولات العالمية وهذا السبب اللي خلالنا نقدر ننظم أكثر عدد من البطولات يعني خلال السنة هذه سوينا أكثر من 15 بطولة في اللعبات الثلاث السنة الماضية يستضفنا البطولة العربية وبطولة غرب آسيا وإن شاء الله في أمل أن نستضيف بطولات أكبر على مستوى آسيا لمستوى العالمي الحمد لله حصلنا على عدة مدليات ذهبية في بطولات خارجية بطولات ماصر عندنا البطولات الخارجية الحمد لله وغير البطولات المحلية الداخلية التتوج اللاعبين نفسون على مستوى عالي من الجهازية والحمد لله حتى في دعم كان خارجي في بطولات المحترفين وشاركوا كذا اللاعبين عندنا في البطولة هذه الحمد لله يعني مستوى البطولات في المملكة في تصاعد خصوصا يعني بعد ما صار عندنا مقر وأستغل هذه الفرصة عشان أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد اللي أمر بإنشاء المقر لأنه أول كنا يعني اللاعبين ما يتجمعون يعني فلندية فلندية الخاصة بس حين الحمد لله كلهم متواجدين في المقر وهذه يعني خليهم يلعبون مع بعض مستوىهم يرتفع